خلينا برضو يعني بما أن احنا نتحدث عن ريادة الأعمال في خلايا ننزل من على السلم ونبدأ من أول السلم فمن أول السلم احنا هنا لازم نتكلم عن التعليم لأنه التعليم هو اللي بيخليك أنت لما تطلع السلم وتوصل وتبقى رائد للأعمال لابد تكون يعني اكتسبت مهارات تعلمت بقى عندك خبرة كمان في السوق العمل لأنه كمان سوق العمل تغير في عالمنا العربي بشكل كبير ويتغير سريعا جدا فالمهندسة أفنين كلميني عن التعليم عشان برضو الأجيال الجديدة اللي يأهله اللي يلفت انتباهه يحصل عليه علشان يقدر يصعد السلم بسهولة يعني ما نحتاجه الآن بالتعليم هو فعليا يعني ما يكون نفس طريقة التعليم اللي إحنا دائما تعودين عليها فأهم المهارات يعني بناء على التقرير العالمية اللي بيحتاجه يكتسبها الجيل الحالي هم مهارة ما يسمى قدرة الإنسان على التعلم الذاتي وقدرة الإنسان على التغير السريع لأنه ممكن هلأ يتعلم طفل لغة برمجة معينة لكن بعد ست شهور لغة البرمجة هاي ما تكون قابل فإذا ما كانت عنده يكون عنده عقلية مرنة قادر أنه يتغير بشكل سريع ويتعلم بشكل ذاتي وأتيها ممكن يعني ما تكون الأمور يعني مناسبة له في المستقبل من أهم الأشياء أعتقد اللي برضو لازم يعني يكتسبها الجيل الحالي هو قدرته على الدمج تخصصات مع بعض ممكن يتعلم كمبيوتر سينس لكن يتعلم تخصص ثاني مع بعض يعني فالناس اللي حتكون قادرة تتعلم أكتر من تخصص برضو حتكون فرصتها أكبر بالموضوع وده حيبقى توجه بقى مجتمعي ولا مدرسي ولا منزلي لأنه كمان إحنا عندنا أولياء الأمور أحيانا بيبقى الآن من التوجهات الجديدة خلينا في العقلية العربية خلينا في السليم ده مأمون بلاش تغامر بلاش فبرده أعتقد ده يعني محتاجنا غير في الرأي العام شوي فعلا هو المشكلة إذا ضلينا بطريقة التعليم اللي إحنا تعلمنا فيها هو ما حنكون بالسليم صحيح إحنا حنكون بالمنطقة الخطرة طبعا لأنه استبدال الوظائف والتغيير اللي عم بيستير بالعالم إحنا في عنا اتجاه إجباري أنه نتأقلم معه صحيح يعني أحد أهم الأشياء مثلا زمان كنا نحكي عن أكيد كنا سمعين بالشارجي بي تي مثلا صح أول ما طلع الشارجي بي تي كنا نمنع الأطفال يستخدموه علشان أنك تعلم أنك تجيب المعلومة بإيدك مثلا بعد بس فقط أكبر شهر يعني إحنا بيريك بس درسنا الموضوع إحنا لازم نعلمهم الشارجي بي تي ونعلمهم كيف يستخدم الشارجي بي تي بأفضل الطرق لأنه أحد الوظائف اللي هلأ صارت مهددة أصلا بالتراجع هي وظيفة المبرمج إحنا زمان يعني قبل بس سنة أو سنتين كنا نحكي البرمجة أكتر وطيفة مطلوبة عالمية مثلا لكن هلأ المبرمج اللي ما هيكون قادر يستخدم هذه التكنولوجيز رح يكون أبطأ من المبرمج اللي هيكون قادر يستخدم التكنولوجيز فصار اتجاه إجبار أنك تتعلم على لعشان نختصر وقت الحصول على المعلومة والإعلان هو برضو مرتبط بالإمبوت يعني أنت هتحطي إيه لتشارجي بيتي لازم هتديله معلومة فعليا فهي برضو عايزة مهارات فعليا فهي مش مجرد أنه هيحل لك حياتك لأنه أحيانا كنت تديله مثلا معلومة والمعلومة مش كاملة فيوديكي في اتجاه تي فإذا لازم يكون عندك أنت هذا الوعي كيف يتعلم وكيف يجيب لك أفضل معلومة طبعا هي واحدة من المهارات أو واحدة من الخطوات يعني والأدوات بدها لسه مراحل أكتر وأكتر طبعا يعني حتى أنه ينجح فيها طيب اسمحونا ننتقل لزيد وزيد شافكي كنا نحكي برا كمان في موضوع التجارة الإلكترونية هلأ العالم كله رايح للتجارة الإلكترونية والإي بيزنيس والآن هلأ معاد كلياته يعني العالم رايح للتكنولوجيا بشكل كامل